من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة في الله وصلنا إلى الجمعة الثانية من رمضان كاد الشهر أن ينتصف ونحن لم نشعر وهكذا أيامنا تمضي والسنوات تمر ونقترب من الأجل ومن لقاء الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعتقر رقابنا من النار وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يتقبل منا صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة في الله لنستغل فرصة رمضان واستغلالها ينبغي أن يكون تنافسا في الطاعات ومسارع إلى الخيرات إلى الخيرات إلى أبواب الخيرات كلها فإن العبد المؤمن لا يشبع من الخير حتى يوافيه الموت وعبد ربك حتى يأتيك اليقين نعم أحبة في الله لنضرب في كل جانب من جوانب الخير بسهم لعل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا خيرا من هذه الخيرات خيرا من هذه الخيرات فإن الخيرات إذا اجتمعت على العبد توجب بإذن الله تبارك وتعالى له الجنة خذ من الصيام وخذ من قيام الليل وخذ من الصدقات والإحسان وخذ من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن وخذ من سائر الطاعات ما أمكن فإن اجتماع هذه الخيرات كلها فيك يوجب الجنة بإذن الله تبارك وتعالى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا يخاطب صحابته قال صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن تبع منكم جنازة اليوم قال أبو بكر أنا قال صلى الله عليه وآله وسلم فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قال أبو بكر أنا قال صلى الله عليه وآله وسلم فَمَنْ عَادَ مَرِيضًا مِنْكُمُ الْيَوْمُ قال أبو بكر أنا قال صلى الله عليه وآله وسلم مَجْتَمَعْنَ فِي مْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ مَجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْخَيْرَاتُ فِي شَخْصٍ إِلَّا دَخَلَ بِهَا الْجَنَّةَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فإذا اجتمع فيك الصيام وقيام الليل والإنفاق والصدق وتلاوة كتاب الله وسائر الطاعات ذلك يكون سببا بإذن الله تبارك وتعالى في دخول الجنة والنجاة من النار فلنكثر من طاعة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى جنة أرضها كعرض السماء والأرض المنافسة والمسارعة والمسابقة إلى الخيرات لنفوز برض الله تبارك وتعالى وننجو من عذابه تبارك وتعالى بالشرط إحسان العمل هذه نقطة مهمة حبة في الله نجتهد لكن مع إحسان العمل مع إتقان العمل لأن الله تبارك وتعالى يريد من عبده العمل الحسن الصالح الصواب ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن عملا فإذا اجتمع كثرة العمل مع حسنه فذاك في الدرجة الأولى أما إذا لم يكن العمل على الصواب والإخلاص فلا ينفع كثرته فلا تنفع كثرته بل القليل الصواب الخالص لله أفضل وأحسن من الكثير الذي ليس بصواب وليس فيه الإخلاص أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهبنا رشدنا وأن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه ترجمة نانسي قنقر